تبقى اللغة المعبرة الأساسية عن تجليات الفكر الإنساني وهي التي تقوم بالدور الرئيس في أنسنة تاريخ الأمم والشعوب وهي الركيزة التي تقوم عليها هوية الأمة وذاكرتها كانت اللغة تعرف أنها الوسيلة للتعبير عن الأغراض والأفكار بينما يرى الكثير من العلماء المعاصرين أنها أداة كاشفة للأفكار والحقائق الغامضة والمجهولة ولم تعد اللغة ألفاظا وتراكيبة يستخدمها الناس للتواصل بينهم ولا شك أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد ما يعرف بالفكر اللغوي العربي القديم وهناك ضرورة قصوى لجعل اللغة العربية مسايرة لمقتضيات عصر التكنولوجيا الحديثة والسرعة دون المساس بالقواعد العامة التي وضعت للغة العربية تواجه اللغة العربية هجمة متواصلة بدأت منذ قرنين واشتدت ضراوتها في ظل سيطرة التكنولوجيا والإعلام الغربي على العالم حيث يحاول إخضاع كل اللغات له لا سيما اللغة العربية وفي هذا الإطار يقول صاحب كتاب إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية الدكتور أحمد درويش لقد تفنن الغرب في محاولات تمصي لغة الضاد عبر مناهج التعليم والمدارس الأجنبية وصناعة السينما والفنون الأخرى والحرب الضروس التي واجهتها هذه اللغة العربية والتي تشكل جزءا من حرب طويلة شهد القرنان التاسع عشر والعشرون كثيرا من فصولها على يد كبار الخبراء في عصر الهيمنة الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية وساعدهم في ذلك بعض دعاة التطوير في جوانب من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ممن ربطوا هذا التطور بفكرة الخلاص من المحافظة على اللغة في شكلها التقليدي وفي هذا الصدد يؤكد علماء معاصرون أن اللغة كائن حي يتطور متلائما مع حاجات المجتمع الذي يستخدم تلك اللغة ولكن هناك عوائق كثيرة تقف حائلا في تطوير لغتنا العربية فقد تقلص عدد المتحدثين بها والمتمكنين منها والقراء المدركين بنسب كبيرة جدا في جميع الأقطار العربية مع قلة الإمكانات المرصودة لأعمال الفكر يؤكد هؤلاء العلماء أن المجتمعات العربية تحتاج إلى إحداث صدمات متعددة من أجل إدراك أن تطوير اللغة والاهتمام بها هي متطلبات النهضة القومية حيث تعاني المؤسسات العلمية العربية ومن بينها الجامعات والمعاهد والمراكز والمجامع اللغوية من عجز في التطوير والأدوات والعجز نفسه أيضا لدى المؤسسات المعنية بصناعة الثقافة والإعلام ويرى كثيرون أن القصور الحقيقي لا يمكن أن ينسب إلى اللغة العربية إلا كمن ينسب العيب للرمية لا للرامي وإنما القصور الحقيقي والتقصير كله يجب أن ينسب إلى القائمين على المؤسسات العلمية والأكاديمية والإعلامية في عالمنا العربي الذين ركنوا إلى التكاسل وعدم الاهتمام بتثوير إمكانات اللغة العربية والاستفادة من مكوناتها التي لا تنضب